اهلا وسهلا بكم اعزائنا هذه قناة حياتنا اور لايف نرحب بكم جميعا وهذا الدرس الرابع نتحدث فيه عن تقريب الاعداد العشرية اكيد لطلاب الصف الخامس مادة الرياضيات الفصل الدراسي الثاني نرحب بكم جميعا وندعوكم اكيد للاشتراك في القناة قناتنا تقدم جميع الفيديوهات التعليمية والترفيهية من الصف الاول الى العاشر بالاضافة لشروحات اللوك والكلوز اوب للطلاب جميعا واكيد بشكل حسري من قناتنا حياتنا على اليوتيوب ونبتدأ معكم الدرس اليوم كتير سهل وممتع اخدنا زمان رح اليوم نرد نعيده ونركز عليه مزبوط بس قبل ما نبلش يا خامس بدي اذكركم بشغله اللي هي لوحة المنازل لازم نحكي عن لوحة المنازل عشان كتير مهم عندنا بالتقريب خلينا ناخد هذا المثال من الدرس الماضي لازم نتذكر انه لم يكون عندي هون الفاصلة هاي الفاصلة بالنص تمام في عندي هون احد وفي عندنا هون عشرات نتذكر هون احد هون عشرات هون بجنبها مئات وهون في عندي كمان الوف وبتقدر تكمل كمان عشرات الالوف ومئات الالوف طيب اللي بهمني اجزاء العشرة وين ها هون اللي بجنب الفاصلة بالزبط هاي اسمها اجزاء العشرة هون اسمها اجزاء المئة وهون اجزاء الالف تمام نتذكر اذا هون الفاصلة هاي الاعداد الكلية منسميها اللي هون منسميها هاي اجزاء عشرة اجزاء مئة اجزاء الف ليش نحكي عن هاي النقطة كتير مهمة لانه عشان نفهم شو يعني تقريب اعداد عشرية طيب نتذكر القاعدة الاساسية بالتقريب بدأ حاول اذكركم فيها انه دايما دايما يا خامس بس تشوفوا الرقم خمسة او اعلى من خمسة دغري مباشرة بدنا نزيد واحد تمام على الرقم المراد تقريبه اذا كان العدد تحت الخمسة ولا بعمل اشي تمام ولا بزيد اشي طيب خلينا ناخد مثال بقول لك النايتروجين يحتل نسبة تبلغ 781 من الف من وين من غازات الغلافة الجود طيب قال لك السؤال قرب لي هذا الرقم اوكي او هذا العدد العشري الى اقرب جزء من مئة طيب خلينا نتفرج على هذا الرقم وين هو اجزاء المئة هون عندك هاي قلنا السبعة اللي اجزاء ايش العشرات هاي اجزاء العشرة هاي اجزاء المئة اللي هي التمانية تمام هلا لما يقول لك السؤال قرب الى جزء من مئة خلينا ناخد الرقم سبعة تمانية واحد هون الفاصلة تمام سبعمية واحد وتمانين من الف شو قال لنا السؤال قرب الى اقرب جزء من مئة احنا قلنا هون الفاصلة هون جزء العشرة هون جزء المئة لما يحكي لك السؤال قرب الى جزء من مئة حط تحتي خط تمام هاي اول نقطة حددنا اقرب جزء من المئة حطينا خط تحتي هذا هو اقرب جزء الى المئة وهي هي منزلة المئة جزء من مئة طيب هاي اول نقطة ثاني نقطة بدأتطلع على الرقم اللي قبل التمانية اللي هو الواحد الواحد اقل من خمسة صح يا خامس طيب مدام الواحد مش التمانية انسوا التمانية ما بتفرج على التمانية بتفرج عليه جنبها هلا الواحد بتفرج عليه هل هو أقل من خمسة؟ نعم مدامه أقل من خمسة بقدر أزيد ولا لا؟ ما منزيد إشي فإذا كيف رح تصير الشغلة؟ رح تصير 78% يعني صفرناها هون الواحد سعيتها بتصفرها ولا بتزيد إشي للتمني ما بتعطي الواحد للتمني إشي بالعكس بتشطب عليها ولا بتعطي إشي للتمني تمام؟ طيب نأخذ مثال ثاني كيف نحن بدنا نقرب يلا مثال آخر أقرب إلى أقرب عدد كلي طيب لم يقول لك سؤال زي هيك يا خامس العدد الكلي هو هذا العدد قلنا العدد الكلي اللي بيجي بعد الفاصلة إلى أقرب عدد كلي خلينا نأخذ الرقم 9.845 أوكي وين هو العدد الكلي هايو؟ حط تحتيه خط قلنا نتفرج على مين على اللي قبلها اللي هي التمانية تمام؟ التمانية أكبر من خمسة ولا لا؟ أكبر من خمسة فبالتالي شو بدها تعمل؟ خالص دغري بتتصفر هي واللي قبلها كلهم مباشرة بصيروا صفار بس لأنها أكبر من خمسة بتيجي بتعطي واحد لا التسعة فشو بتصفي التسعة؟ تصير زائد واحد اللي هي عشرة فبالتالي هذا الرقم كل لياته اتقرب للرقم عشرة هذا رقم صحيح كان تسعة يعني عدد كلي لما قربنا صار عشرة تمام؟ هو العدد الكلي طيب نكمل مع بعض نفتح على صفحة عشرين مثال آخر بقول الله قربنا إلى أقرب جزء من العشرة يلا نحلها مع بعض سبعتاش وميتين وواحد وثلاثين هاي سبعتاش فاصلة ميتين وواحد وثلاثين شو قال لنا؟ إلى أقرب جزء من عشرة دائما نقرأ السؤال مظبوط وننتبه أقرب جزء من عشرة بحط تحتي خط هايو اللي هو الاثنين مباشرة بدأت طلع على اللي قبل الاثنين قبل الاثنين هو الثلاثة الثلاثة بساعتها مع بعض إيش للاثنين؟ ليه؟ لأنه أقل من خمسة فبالتالي صفره هو اللي قبله صارت صفر صفر اثنين بتنزل زي ما هي تمام؟ أوكي؟ الاثنين بتنزل زي ما هي لأنها ما عملة لها إيش الثلاثة تمام؟ والسبعتاش أكيد بتنزل زي ما هي اللي بنا نفهمه معناها لما يكون عندي أقرب جزء لمنزلة معينة هذا كله بنزل تمام؟ إلا إذا غيرتها الثلاث واللي قبل المنزلة كله بتصفر تمام؟ هاي مهمة كتير نعرفها يا خامس نشوف أسئلة الدرس بقول لنا إلى أقرب عدد كلي خلينا نقرب وين العدد الكلي؟ 78 كاملة تمام؟ 78 يعني 8 بدك تطلع علي قبلها الخمسة أكبر من خمسة يعني 5 وأكبر منها بتعطي واحد للتمانية فصارت 79 والباقي كله يصفر يا بتكتبها هيك يا بتكتبها مع الأصفر تنتنصح طيب عندك هذا الرقم اللي انت شايفه بدنا نقربه إلى أقرب جزء من عشرة وين الجزء من عشرة؟ اللي هو الستة تمام؟ نتطلع على اللي قبليه الأربعة ولا بتعطيها إشي بس بتتصفر هي واللي قبليها فبالتالي بتصير سفر سفر والستة زي ما هي ما ساعدت هالأربعة بإشي فبضل واحد وتلاتين فاصلة ستة بالعشرة طيب هنا مثال من الحياة بقولك عندك كتل تلات أطفال حديثي الورادة اللي هو أكرم وسارة وأسامة تمام؟ طيب قال لنا السؤال بس أعطيني كتلة أسامة بس إلى شو إلى أقرب جزء من مئة؟ وين هو أسامة؟ هايو تنين فاصلة أربعمية وسبعة وخمسين قال لنا إلى أقرب جزء من مئة اللي هي السبعة بحدد السبعة بحط سهم هون هيك وبشوف الخمسة بتعطي واحد للسبعة لأنها خمسة صح؟ بس إيش بتتصفر وبتعطي واحد للسبعة فتحولت السبعة لتمانية وهدولة بنزلوا زي ما هم ما بتأثروا صار عندي جواب النهائي تنين فاصلة تمانية واربعين بالمية طيب نيجي لأسئلات أتحقق من فهمي بدنا نكمل على نفس السؤال بقول لنا كتلة سارة عطيني إياها لأقرب عدد كلي وينها سارة؟ هيها الأقرب عدد كلي هيها الثلاثة هذا العدد الكلي الواحد ولا بتعطيها إشي تمام؟ فبالتالي كله بتصفر فبتصفي عندي ثلاثة ثلاثة كيلو بالزبط نيجي لكتلة أكرم بدنا إياها لأقرب جزء من العشرة بنطلع فوق على أكرم أقرب شو جزء من العشرة يعني الاتنين رح نشتغل عليها خد يمينها تمانية التمانية بتعطي واحد للاتنين وكله بتصفر فبالتالي بتصير ثلاثة فاصلة ثلاثة بالعشرة تمام؟ ثلاثة وثلاثين يعني ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة وثلاثة طيب نحكي لكم بقية الإجابات بس عشان أنتو تتأكدوا من حلقوية خامس كتير سهل درس اليوم ولا بده إشي بس أهم شغل نحدد شو هو الجزء المطلوب مننا يعني أقرب كل مما يأتي إلى أقرب جزء من عشرة دغري على كل الأمثلة بتحط خط وين أقرب جزء من عشرة هون عندك خمسة وهون عندك أربعة وهون عندك خمسة بس حدد شو هي المنازل هون بده تصير سبعة فاصل ستة لأنه تمانية بتعطيها واحد هون السفر ما بتعطيها إشي فبتصير اثنين فاصل أربعة بالعشرة هون برضه السفر ما بتعطيها إشي فبتصير ثلاثة ونص أقرب جزء من مئة وين الجزء من مئة بنحدد هون عندي السبعة وهون عندي الستة وهون عندنا الواحد تمام هون السبعة كد السبعة بتعطيها السبعة فبتصير سبعة فاصلة واحد تمانية هون الاثنين ما بتعطيها الستة فبتظلها ستة وتسعين بالمية لأنها تصفر وهون عندي برضه ما بتعطيها التمانية فاصلة واحد وتلاتين بالمية إلى أقرب عدد كلي وينه العدد الكلي لبعد الفاصلة هنا الخمسة بتعطي للأربعة فبتصير خمسة سبعة وخمسين ما بتعطيها إشي الثلاث واحد فاصلة اثنين وثلاثين رح تصير واحد طيب الأكسجين نسبتها لأدية بس تكتقرب ليها هاي النسبة إلى أقرب جزء من مئة برضو بدي أحدد المئة اللي هو السفر السفر التسعة بتعطيه واحد فبصير واحد وعشرين بالمئة كتير سهل رقم 11 بقول لي هذا الرقم حول ليها أو قربه إلى أقرب جزء من أو أقرب جزء من عشرة من المتر يعني هاي الخمسة الثلاثة بتعطيها شي شي فبضلها خمسة بالعشرة طيب السؤال البعدي وحدد من القائمة أدناء عددين ناتج تقريب كل منهما إلى أقرب جزء من العشرة بساوي 35.4 بالعشرة مين ممكن يكون؟ أي إشي ممكن يعطيني هيك الجواب بس شو ديكون أكيد أقرب جزء من العشرة؟ أكيد هاي وهاي كمان لأنه تسعة بتعطي إلى ثلاثة واحد بتصير هيك وهذا الرقام بس أقربه إلى أقرب جزء من العشرة بسير هيك هذا لا رح نسير 35.5 وهذا لا وهذا لا تمام؟ لبعديها هذا الرقم ننقربه إلى أقرب جزء من مئة أقرب جزء من مئة اللي هي التسعة التسعة هاي اللي هون بتعطيها واحد للي هون فبتصير عشرة بالمئة أو واحد بالعشرة تنتي نفس الشي لأنه قيمة السفر هنا ما إلها قيمة يعني مهما كترت السفار مش مهم طيب حط اللي أنت من عندك يا خامس عددين عشريات ناتج تقريبهم إلى أقرب جزء من مئة هو سبعة فاصل اثنين واربعين بالمئة نحن كتبنا هيك فيك تكتب واحد أو تحط سفر أو أي شي كم سفر بدك يا زي ما بدك أو ممكن تكتب زي هيك يعني تعطي عدد أقل من اثنين واربعين أو تعطي اثنين واربعين وتصفره أو يعني تحط أرقام ثاني زيادة بس أها مشي أنه هاي الأرقام اللي هون تكون أقل من خمسة يعني على الساس ما تأثرش عليها أو بتعطيني أقل من اثنين واربعين تعطيني واحد واربعين بس تعطيني هون رقم كبير اللي تقدر تزيده على الواحد اللي هون يعني يكون هون الرقم فوق الخمسة خمسة أو فوق الخمسة وسمي المنزلة التي أقرب إليها والتي قرب إليها كل عدد عشري من مئتي يعني العدد هذا صار هيك شو هو إلى أقرب عدد عشري لا لا عشان هيك الرقم هذا كله غلط هي المفروض بدل 16 حطه 19 تمام هيك ساعتها بيكون حلك صحيح تمام إذن الغلط والغلط بالكتاب خطأ مطبعي لازم يكون 19 عشان التسعة تعطي إلى التسعة الثانية واحد فبتصير عشرين هنا خمسمية واحد وتمانين إلى أقرب جزء من مئة تمام هنا إلى أقرب جزء من عشرة تمام هيها لأنه الاثنين ما أثرتش على الأربعة طب نتقل مع بعض إلى كتاب التمارين ونفتح على صفحة عشرة يا خامس كتير سهل درس اليوم بس يريد أن ننتبه للمنازل اللي بدنا نقرب لها نعطيكم الإجابات بشكل سريع عشان تتأكدوا منهم طالب منا لأقرب جزء من عشرة يعني هين هون رح تصير 12.7 هاي رح تصير أربعة بالعشرة هاي رح تصير 2.6 وهاي رح تصير 5.4 طيب أقرب جزء من المئة هاي رح تصير طبعا هون الثلاث رح تصير 84.73 هون رح تصير و44 لأنه 8.3.1 هون رح تصير برضو ستة وسبعين لأنه 8 بتعطيه 1 للخمسة هون 7.11 لأنه 8 بتعطيه 0 الأقرب عدد كلي بس نتفرج على الأربعة السبعة بتعطيها 1 بتصير 35 الخمسة بتعطيه 8 1 بتصير 9 بس لحالها السفر ما بتعطيش للخمسة بضلها خمسة أربعة برضو بتعطيش للواحد بتضلها واحد نحوة العدد أو الأعداد اللي بيكون فيها العدد 15 ونص هو ناتج تقريبها إلى أقرب جزء من العشرة أعطيني أي عدد بيعطيك تقريبه إلى هيك يعني بيعطينا العدد لما نيجي القربه مثلا هذا إذا قربته إلى أقرب جزء من العشرة طبعا هاي هاي يعني الخمسة يعطيك هذا العدد شو هي هاي العدد؟ هذا العدد وعندك هذا العدد بزبط عليه لأنه 9 بتعطي للأربعة واحد فبتصير خمسة تمام؟ هون لا ولا هاي ولا غيرها طيب نكمل مع بعض السؤال اللي بعدي أسمي المنزلة يلي قرب إليها كل مما يأتي زي ما درسنا هلأ كيف 8 و 94 أو 942 من ألف تحولت إلى 800 إلى 98 و 94 بالمئة كيهد إلى أقرب جزء من مئة وهون إلى أقرب جزء من عشرة لأنه هاي الستة أعطت للواحد وهون إلى أقرب عدد كل 15 الثمانية أعطت للخمستعش واحد طيب بقول لنا أقرب أكبر كتلة يمكن أن يحملها كل قارب إلى أقرب جزء من مئة من دون ما يغرق كل آياتهم إلى أقرب جزء من مئة كل هم من قاربهم إلى أقرب جزء من مئة هون 69 بالمئة 61 بالمئة هون رح تعطينا أكيد 59 بالمئة وهون 55 بالمئة إذن يا حلوين هيك بيكون أنهينا يا خامس درسنا الرابع تقريب العدد العشرية نراكم إن شاء الله في درس قادم كتير حلو أيضا ورائع اسمه جمع الأعداد العشرية وطرحوها نستمنى لكم كل توفيق والنجاح وإلى اللقاء